أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع القسم الثاني من أنواع أل الحرفية وهو أل الزائدة كنا قد تحدثنا عن أل التعريفية التي تفيد تعريفا إذا دخلت على الإسم ولكن هنا نوع آخر من أنواع أل التي تدخل على الإسم ولا تدل على التعريف بل هي زائدة ولها أقسام وأنواع سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة أقول بعد بسم الله النوع الأول من الزائدة التي لا تفيد تعريفا لأنها دخلت على أشياء معرفة بالأصل أو معرفة بالأصل فلا تحتاج إلى تعريف لا يجتمع تعريفان في كلمة واحدة فهي زائدة سمي الزائدة لأنها أقول لكم دخلت على إسم لا يحتاج إلى التعريف فقلنا زائدة ولها مواضع إما أن تكون زائدة لازمة وإما أن تكون زائدة غير لازمة إما أن تكون زائدة لازمة وإما أن تكون زائدة غير لازمة هنأخذ بالتفصيل بس نبدأ الآن ولكن نبدأ الآن نبدأ حديثنا في النوع الأول أن تكون زائدة لازمة وهي زائدة على إسم معرفة ولكنها لا تنفق أي لا تتركه منذ أن بدأ العرب الحديث بهذا الإسم وهي ملازمة له وهي ملازمة له لا تتركه وهي في ثلاثة مواضع الموضوع الأول في بعض الأعلام قارنت وضعه منذ أن نشأ في اللغة العربية فلم يسمع عن العرب إلا بأل مثل اليسع من أنبياء الله واللاتة والعزة والسموء هذه الأسماء أصلا معرفة معرفة أعلام منذ أن نشأت في اللغة العربية ومع ذلك لم تسمع عن العرب إلا بالألف واللام فقال هنا زائدة لازمة له في بعض الأعلام ووردت في قول الله تعالى أفرأيتم اللاتة والعزة فكلمة اللاتة وكلمة العزة كل منهما علم على صنم ودخلت ليست للتعريف بل هي زائدة لازمة لماذا؟ لأنها نشأت مع الإسم منذ أن استخدمه العرب وهي ملازمة له كذلك في كلمة الآن كقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم فالآن ظرف لا يحتاج إلى تعريف ولكنه سمع عن العرب هكذا في لغتهم الفصيحة الموضع الثالث لأل الزائدة اللازمة أي ملازمة للكلمة في بعض الأسماء الموصولة بعض الموصولات المصدرة بأل نحو الذي والتي والذان والذين هذه الأسماء الموصولة خصوصاً خاصة كلها تبدأ تقريباً بأل والأسماء الموصولة من أنواع المعارف وهي معرفة لا تحتاج إلى تعريف ولكن جاءت ووردت عن العرب هكذا بالألف واللام بأل الزائدة فهي زائدة وليست للتعريف لماذا زائدة هنا زائدة ملازمة لأنها لازمت الكلمة منذ أن استخدمها العرب الفصحة في كلامهم شوف أل هنا زائدة في هذه المواضع الثلاثة لأنه لا يجتمع تعريفان على معرف واحد لا يجتمع تعريفان على معرف واحد وهذه معارف بالعالمية وبالإشارة وبالصلة فلا تحتاج إلى إيه؟ فلا تحتاج إلى تعريف دئل هناك نوعاً ثاني من أنواع أل الزائدة وهي الزائدة غير اللازمة يعني ليست ملازمة للكلمة في كل حالاتها وهي ضربان أو نوعان النوع الأول اضطراري ويكون لا يكون إلا في الشعر للضرورة لكي لا ينكسر وزن البيت الشعري نقول عليها الضرورة الشعرية أدخل ألف واللام على كلمات معرفة أو على كلمات الأصل فيها أن تكون ناكرة بدون تعريف لماذا؟ حفاظاً على البيت على وزن البيت الشعري كقول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبري أصل الكلمة بنات أوبر وهي نوع من أنواع الكمئة من أنواع الكمئة ردي فأدخل الشاعر وقال هنا في علم بنات أوبر اسمه من أسماء الكمئة مضطراً للضرورة الشعرية نوع من أنواع الكمئة ردي وليست معرفة لأن بنات أوبر علم على نوع معين من أنواع ماذا؟ من أنواع الكمئة وكذلك من الزائد للضرورة الشعرية وهي غير لازمة زائدة غير لازمة للضرورة الشعرية قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري وطبت النفس طبت النفس أصل الكلمة طبت نفساً فهي تمييز والتمييز لا يكون معرفاً فأدخل أل زائدة هنا فزاد الشاعر أل في التمييز زاد الشاعر أل في التمييز كلمة النفس مضطراً اضطراراً ضرورة الشعرية لا يقاس عليها وعلى سابقتها في بناة أوبر وقال هنا ليست معرفة لأن التمييز لا يكون إلا نكرى عند الرأي الراجح عندنا فقال هنا الزائدة غير لازمة في موضعين الموضوع الأول للضرورة الشعرية كما ذكرنا والموضع الثاني من الزائدة غير اللازمة وهو ضرب اختياري يلجأ إليه الشاعر وغيره لغرض نريد أن يحققه سواء كان في الشعر أو غير الشعر خلي بالك هنا شعر أو غير شعر يعني شعراً أو نثراً أما النوع الأول ضرورة شعرية لا يكون إلا في الشعر هنا تكون الزائدة نسميها للمح الأصلي وتحدثنا عنه قبل ذلك سريعاً في بعض مواضع النحو السابقة تكون الزائدة في الشعر أو في النثر ليست للتعريف بل هي للمح الأصلي وها تعريفها أو توضيحها هي أل الداخلة على بعض الأعلام المنقولة من اسم فعل من اسم مفعول من صفة مشبهة من صيحة مبالغة إلى غير ذلك مما يصلح عليه أل يعني كان في الأصل قبل أن يكون على من؟ كان يصلح أن تدخل عليه أل لتدل على التعريف كان وصفاً يدخل عليه أل لا مانع في ذلك والمراد بها الآن عندما تحول هذا الوصف إلى علم أن للمح الأصل أو للمح المعنى الأصل الذي نقل منه العلم ليكون هناك صلة ليكون هناك صلة معذرة ليكون هناك صلة بين المعنى القديم والمعنى الجديد وذلك أن أكثر الأعلام منقولة عن معنى سابق كان يؤديه قبل العالمية مثل كلمة منصور مثلاً أقول أنت منصور في موقفك منصور هنا ليست علم هي وصف تتمنى أن ينصره الله ثم أخذت كلمة منصور هذه وسمي بها شخص في هذه الحالة يجوز أن تقول المنصور كما نقول أبو جعفر المنصور بزيادة ماذا؟ الألف واللام وليست للتعريف بل هي لئزائدة للمح الأصل لتشير إن كلمة منصور مشتقة كانت من المشتقات وليست علماً في الأصل في أصلها وكذلك حارث تقول فيها الحارث فتيمناً بأن هذا بأن المنصور ينصر وأن الحارث يكبر ويصير حارثاً للأرض وحارثاً في الأرض ويكثر منه الخير وكذلك حسن فأقول أنت حسن وجهك حسن هي صفة مشبهة يجوز أن تقول الحسن إذا سمي به شخص أصبح علم على شخص فتقول يجوز الدخول الدخول الزائدة للمح الأصل لتشير إلى أن أصل هذا العلم كان وصفاً فبذلك نكون انتهينا من أقسام أل سواء كانت معرفة أم زائدة وأقسام وانتهينا من أقسام المعرفة وأل الزائدة بقيت تتمة بسيطة صغيرة بقيت تتمة صغيرة نتحدث فيها في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى عن العلم بالغلبة عن العلم بالغلبة أو العلمية بالغلبة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر